بعد عناء طويل مع عدم توفر المواد الخاصة بالتشغيل يعنن مركز سبه الطبي على اللسان المتحدث باسمه محمد جرين عن جهزية قسم الكلة للقيام بجلسات غسيل الكلة للمصابين بمرض الالتهاب الكبدي من النوع C نحن حاليا بقسم كده مركز سبه الطبي عدد مرضانا بحدود 220 مريض نستقبل قريب 30 حالة من برا سبه حدود 250 ناخد محاليا بثلاث شفتات من ساعة سبعة بس قريب ساعة عشر ليلة وأغلبت شفتات شفتين من ساعة سبعة لثماش من الواحد للساعة ستة وحاليا نتعون لنا أدوية جيدة وصلت على الالتهاب الكبدي في روسي C والعلاج متوفر عندنا وقدرنا علان المرضى اللي ما قفهم جراءة العلاج عزاش فيه تحليل قبل بدل العلاج وبعد إعادة التشغيل سيوفر القسم العلاج اللازمة للالتهاب الكبدي ما يمكنهم من الدخول والانتظام في برنامج جلسات الغسيل الكلوي وهو ما كان يتعذر في الفترة الماضية كما طالب رافع محمد المشرف الصباحي بالقسم بضرورة دعم قسم الكلاب بدواء الهيبارين المستخدم لمرضى الكلة حيث أن كل مريض يحتاج لجرعة واحدة من الهيبارين لكل جلستين نقص عين حقمة الهيبارين 25 ألف باعتبار كل مريض يستخدم 10 ألاف وكل زلست المريض العادي في اللي عنده برنامج يستعلك حقمة 3-3-6-8 ألاف كل زلست حقمة حقمة تين يومية اللي يمركب برنامج سبوعيا هذا منكلف واللي حقمة برنامج 25 ألاف ويتردد على القسم 220 مريض كل منهم 30 مريضا من خارج مدينة سبهة ويعمل القسم بثلاثة ورديات يوميا للقيام بجلسات غسيل المرضى للمترددين على القسم